أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس عسامهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محلث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيتان قلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السعر وأنتم تمسرون قال ربي يعلم القول بالسماء والأرض وهو السميع العالم بل قالوا أضوث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعل فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقال أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعطلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون لا ترقبوا وارجعوا إلى ما أسرفتم به ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسينا خاملين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدماهه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله مان في السماوات والأرض عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسن داب سبحان الله رب العرش عما يصيقون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أنفرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا تأخذ الرحمن ولدان سبحانا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم لأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضواهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم فذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رسكا ومتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون واجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم واجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يتدون واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لمشر من قمرك الخلد أفإم ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا مزوى هذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجر سأريكم آياتي فلا تسعملون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صالطين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة وتمهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقل استوزئ من رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم للليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى أطال عليهم العمر أفلا يرون أننات الأرض ننفسها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذلكم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقان حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم من الغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقال آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتأل الله الأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم يذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إلى أن يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إنه لمن قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا مسلهم إن كانوا يرضقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقنعلمت ما هؤلاء ينطقون وفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا وجعلناهم الأخسرين ونجيناه ونطا إلى الأرض التي بارطنا في هذه العالمين ووهبنا له إسعاق ويعطوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإثاء الزكاة وكانوا لنا عابدين والوطن آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القرم العظيم ونصرناه من القوم الذين قذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناهم أجمعين وداول وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبشت به غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دامنا لما ليسبحنا وطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتهصينكم من بأسكم وهل أنتم شاكلون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ ناذا ربه أن نمسا يوطره أنت أرضا الراحمين واستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذكران العابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولا النوم إذا هبوا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك أنجي المؤمنين وزكريا إلا ذا ربه رب لا تذرني فردا وأنا خير الوارثين واستجابنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رضبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنبخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة دوان ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل للينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بفران لسعجه وإنا له كاتب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فدحت يجوج ومأجوج وهم من كل أدب ينسلون وقد ربا الوعد الحق فإذا هي شاخصة أمصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنت في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من جون الله أصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة أما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكمل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقال كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القرن ويعلم ما تفتمون وإن أدري لعله بثنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي احكم للحق وربنا الرحمن المسعان على ما تنصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلسلة ساعد شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضا عزوة تضع كل ذات عمل حملها وترى الناس سكارا وما هم سكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجالل في الله بغير علم ويتمع كل شيطان مليد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مساما ثم نخرجكم نفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ودرى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قبير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور ومن الناس من يجالل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فنيعط فيه ليظين أنسمين الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قد مسيلاك وأن الله ليس من ظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن صابه خير نغم النبي وإن صابته فثنة يطلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من دحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليعبر هل يذهب أن كيده ما يغير وكذلك أنسلناه آيات بلجنات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم در أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أسبان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر آذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فاطر أسيم الحليم يسهر بهما في مبنهم والجود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا عملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب والرؤى ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الأميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد العرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه في الحاد من ظلم نذق من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس من حج يأتونك رجالا وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويهدوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من مهمة الأنعاب فاكلوا منها وأطعموا البائس الفطير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يؤظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا من يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطقه الطير أو تهوي به الريق في مكان سحيق ذلك ومن يؤظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمان ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا ممسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من مهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخمتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمطيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فانكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القادع والمعدر كذلك سخرناها لكم لعلكم بشهرون لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالهم تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل خوان كفور أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ذيارهم الذين أخرجوا من ذيارهم من غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهذم صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا من المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاطمة الأمور وإن يكذبوك فقال كذبت قبلهم قوم نوح وعدوثم وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب ماليا وكلب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذهم وكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقفر مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأمصار ولكن تعمى القلوب التي في السنون ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كالبسنة مما تعدون وكأي من قريات أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنا وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فسنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية لقلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق معين وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بوتتان أو يأتيهم عذاب يوم عطيم الملق يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب الجين وذين هجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ويرزقنهم الله رزقا عسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُجي عليه لينصرنه الله إن الله العفو وفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بسير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم در أن الله أنزل من السماء ماء فتصمه الأرض مخبرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الولي الحميد ألم در أن الله سخر لكم ما في الأرض والفرن تجري في المحر بأمره ويسيب السماء أم تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جللوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم من علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل وسمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يتمعونه وإن يسربهم الذباب شيئا لا يسنقذوه من ضعف الطالب والمقلوبا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة لرسلاه ومن الناس إن الله سميع بصير جعله ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سُبَعْدُ الله الحمدود إلى ولا إله إن الله أكبر سبحان الله الحمدود إلى ولا إله واجاهدوا في الله حق جهاله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفيها ذال يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم